رسامة ولكنها مغرورة هل تريدون يا أصدقائي أن تعرف أين توجد صحار؟ إنها في مرسم المدرسة في أكثر الأحيان فهي من أمهر التلميذات في الرسم وزميلاتها في الصف لا يتركن مناسبة إلا ويبدين إعجابهن بأناملها الرشيقة التي تبدع أجمل الرسوم بأروع الألوان أما معلمة الرسم فكانت تعجب بها وتطربها بعبارات الإعجاب والثناء مما جعل صحار تعتز بعملها أكثر مما يجب دعت إدارة المدرسة أولياء الطالبات لحضور المعرض الفني في منتصف العام الدراسي فقدمت صحار لوحة زيتية جميلة نالت إعجاب الجميع واستحسانهم مما أهلها للفوز بالجائزة الأولى وهي كأس فضية قدمها لها المدير بنفسه قائلا أهنئك يا صحر باسم المدرسة وأقدم لك هذه الجائزة لرسمك أجمل لوحة في المعرض وهكذا حملت صحر الكأس ومشت أمام زميلاتها وهي تتيه عجبا وكبرياء كان ينبغي لكلمات المديح والإعجاب هذه أن تكون حافزا لصحر على الاعتناء برسومها والاستمرار في تفوقها ولكن للأسف ما كانت هذه الكلمات إلا لتزيدها غرورا وتعاليا على زميلاتها بل إنها دأبت في كثير من الأحيان على الهزئ بهن والسخرية من رسومهن وهكذا تحول إعجاب صديقاتها بها إلى بغض ونفور من تصرفاتها السيئة كان مع صحر في صفها طالبتانهما عنبر وفات وكانتا موهوبتين ترسمان رسوما لطيفة تثير إعجاب الكثيرات من الطالبات ولكنهما مع ثقتهما بنفسهما كانتا تقولان بتواضع إن صحر ترسم أفضل منا وكان هذا الاعتراف يحببهما كثيرا إلى قلوب زميلاتهما لا سيما بعد أن أصرفت صحر في غرورها حتى أنها في إحدى المرات أغلقت باب المرسم في وجههما قائلا يجب أن تعرف أن هذا المرسم لا يدخله إلا الموهوبات المتفوقات في ذلك اليوم مضت الصديقتان حزينتين ومتألمتين من كلام صحر القاسي قالت عنبر إني أرى أن الغرور يكاد يعمي صحر وقالت فاتن إن حالتها تدعو إلى الأسف وقالت الإثنتان معا حان الوقت لتلقينها درسا يعيدها إلى رشدها في اليوم التالي كانت فاتن وعنبر قد اتفقتا على أمر لقد قررتا أن العمل المتواصل والدأب على إتقان الرسم هو الذي سيحطم غرور صحر ولما وصلتا إلى المدرسة ذهبتا إلى معلمة الرسم وأخبرتاها بتصرف صحر معهما وتردهما إياهما من المرسم غضبت المعلمة وأمرت صحر بأن تدخلهما المرسم ساعة تشاءان ومنذ ذلك اليوم دأبت فاتن وعنبر على الرسم وخصصتا وقتا أطول وجهدا أكبر وتبادلتا الخبرة والمعلومات لأنهما باتتا تعتقدان أن التمرين المستمر هو أساس النجاح لمن أراد أن يصبح رصا من ذا شأن في المستقبل لم تكتف فاتن وعنبر بالتمرين المستمر بل ادخرتا من مصروفهم اليومي مبلغا من المال يكفي لشراء عدد من الكتب التي تدرس الفن والفنانين ودأبتا على دراستها وبذلك تعرفتا على أساليب أشهر الرصامين في العالم كل هذا أهلهما لاكتساب خبرات جديدة في الرسم ومن المؤكد أنهما لم تهملا دروسهما بل كانتا تفعلان كل ذلك في الأوقات التي كانت مخصصة فيما مضى لمرحهما ولهوهما وهكذا صنعتا في أوقات الفراغ شيئا مسليا ومفيدا ولم تنسى الصديقتان أن تطلعا معلمتهما على ما ترسمان فكانت كثيرا ما ترشدهما بآرائها وتزودهما بالملاحظات الدقيقة حول هذه الألوان أو تلك الخطوط واقترب موعد المعرض الختامي للمدرسة في نهاية العام الدراسي فأخذ كل من فاتنة وعنبر تعد رسوما تحضيرية صغيرة لللوحة الكبيرة التي تنوي كل منهما التقدم بها للمعرض كل هذا جرى للصديقتان وصحر لا تزال ماضية في غرورها المزعج وسخريتها من أعمال رفيقاتها وعندما سألتها إحدى الرفيقات عما إذا كانت قد اختارت موضوع لوحتها للمعرض أجابتها ببرود أوه لا يزال أمامي متسع من الوقت هناك أسبوع بكامله رسمت عنبر بائع السوس وهو يحمل شرابه الشعبي في إناء نحاسي على ظهره وبيده كاسات النحاس الصفراء يوقع بها نغمة مميزة ليلفت بها أنظار المرة أما فاتن فقد رسمت قرية جبلية نائمة في حضن الجبل وقد التفت حولها الأشجار الباسقة وأحاط بها الجبل الأخضر الشامخ وافتتح المعرض أخيرا وكم كانت دهشة الجميع كبيرة عندما شاهدوا لوحتي فاتن وعنبر ورأوهما غاية في دقة الرسم والبراعة حتى إن رفيقاتهما التفثن حولهما وأخذن يهنئنهما على مهارتهما في الرسم وتناسق الألوان أما لوحة صحر فلم تلق حظا من الإعجاب أو الالتفات لأنها رسمت على عجل أجاءت تافهة الموضوع متنافرة الألوان وفي الاحتفال الختامي للمعرض أعلن مدير المدرسة قرار لجنة التحكيم الفنية القاضي بتقديم الجائزة الكبرى للطالبتين فاتن وعنبر مناصفة لأنهما قدمتا أجمل لوحتين وهنأهما باسم الجميع صفقت الطالبات بحرارة لهذا الفوز الكبير وانهالت التهاني على فاتن وعنبر التين تعانقتا ودموع الفرح تجول في أعينهما ثم تقدمتا وسط ابتسامات الحاضرين فاستلمتا الجائزة بسرور غامر وكم كان لطيفا من سحر التي اكتشفت خطأها أن تتقدم من فاتن وعنبر وتصافحهما بحرارة وتهنئهما وتدعوهما إلى قبول اعتذارها والصفح الجميل عن حماقاتها السابقة وكان لطيفا من فاتن وعنبر أيضا أن قبلتاها بحب وحنال بين تصفيق الحاضرين وإعجابهم إذا أعجبك الفيديو وشاهدته حتى النهاية فلا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد أحبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر